وقفة سريعة عند زيارة آل ياسين الزيارة التي وردتنا من إمام زماننا الحجة بن الحسن على الأقل ما أعتقده أنا لا شأن لي بالآخرين أنتم ماذا تعتقدون تزورون بهذه الزيارة قرأتم الزيارة الشريفة هذه سأقرأ عليكم مقطعا منها وأنا أقرأ من مفاتيح الجنان هناك مقطع في زيارة آل ياسين يعرض فيه الزائر يعرض فيه الشيعي عقيدته بين يدي إمام زمانه الحجة بن الحسن سأقرأ عليكم هذا المقطع ورجائي أن تلتفتوا إلى أن المقطع من أوله إلى آخره مداره الإمام المعصوم ولا شيء غير ذلك بعد السلام على الإمام الحجة في الزيارة إلى أن يقول الزائر السلام عليك بجوامع السلام يبدأ الزائر بعرض عقيدته على إمام زمانه أشهدك يا مولاي أني أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له حتى هذه الشهادة فإنني بحاجة إلى أن أشهده عليها من دون أن يشهد لي لا قيمة لشهادة هذه أيضا ولذا المدار أولا آخرا هو أشهدك يا مولاي من دون هذا الإشهاد لا قيمة لشهادتي ولا لتوحيدي لأن توحيدي بحاجة إلى إمضاء منه أشهدك يا مولاي أني أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله ثم ماذا نقول في عرض عقيدتنا هذا وأن محمدا عبده ورسوله ورسوله لا حبيب لا حبيب إلا هو وأهله لأن حب الله لا يكون إلا بحبهم حين نحبهم فإننا نحب الله ولذا لا حبيب إلا هو وأهله لا حبيب إلا محمد وآل محمد وَأُشْهِدُكَ يَا مَوْلَي وَعَلِي بْنَ مُوسَى حُجَّتُه وَمُحَمَّدَ بْنَ عَلِي حُجَّتُه وَعَلِي بْنَ مُحَمَّدٍ حُجَّتُه وَالْحَسَنَ بْنَ عَلِي حُجَّتُه وأشهد أنك يا بقية الله وأشهد أنك حُجَّةُ الله ثم ماذا نقول في عرض عقيدتنا أنتم الأول والآخر أنتم الأول والآخر أنتم أصل الدين هذه المنظومة العقائدية من أن أصول الدين خمسة منظومة باطلة منظومة باطلة حين نقول أنتم الأول والآخر فالتوحيد والنبوة والمعاد وكل التفاصيل ترتبط بعقيدتنا بإمام زماننا أصل الدين هو إمام زماننا أصل الدين لكل شيعة من إمام زماننا إمام زماننا ترجمة نانسي قنقر